في الصين تم تجسيد مستشفى خلال عشرة ايام لكن ذلك يبدو في الجزائر مستبعدا مستشفى 120 سريرا بالقرارة استغرق 13 عاما ولم تتم الاشغال به لحد الان بغلاف مالي قدره 240 مليار سنطيم الي من هذا 2020 يعني 13 عام الوقت يقعد هكذا مغلق الوقت يقعد هكذا كهيكل يعني راح مبني حوالي راح وصل لنسبة حوالي 85% نسبة الانجاز ماذا بين الصلوات المحلية الولائية العليا يتحركوا لو كرامي ابننا مشعف وش كرتبنا نناشد سيد رئيس الجمهورية وزير الصحة الوالي بالتدخل العجل لانقاذنا لانكم ادمارون في اتصالح العظيم لانه قد ينقذ بدينة القرارة ومجاورها امام هذا التأخر المسجل يظل مواطن القرارة الذين فاق عددهم ثمانين الف نسمة ينتظرون هذا المشروع الحلم معاناة كبيرة بمستشفى الشهيد محمد شريفي الذي يفتقر لبعض التجهيزات الطبية ونقص المعدات اضافة الى قلة الاطباء المختصين وضع ليس وليد اليوم بل نتيجة لتراكم التسير لسنوات ماضية استشفى الراحة حاليا ندرك في محمد شريفي وهي نقص الاخصائيين نقص سيارات الاسعاف فيها عدة مشاكل خطرات لراديو كما نقول للمشكلة الراديو خطرات طوحهم بان حتى انعاشين نستعانوا بالبريفي نسجل حوالي كل يوم وفات الى متى الى متى طبيب الانعاش نفتقد الى طبيب الانعاش في هذه الاوينة في عز الجائحة نفتقد الى طبيب الانعاش في القرارة ما فهمناش ولذلك انا قبل ما نطلب بفتح المستشفى نطلب بفتح تحقيق اولا في ظل هذا الوضع ينشد المواطنون المسؤولين محليا ومركزيا لاتخاذ اجراءات كفيلة لتحسين الوضع الصحي الذي لا تعانيه القرارة فقط بل باقي بلديات الولاية بنسب متفاوتة حاولنا الاتصال بمدير الصحة في غردايا لكننا لم نتلقى ردا منه لتبقى صرخة المواطنين تنتظر التفاتة المسؤولين باكمال المشاريع في اقرب وقت والتفكير في تسجيل اخرى للنهوض بالقطاع مصطفى باجو من ولاية غردايا لقناة البلاد